مرحبا بكم في هذا الفيديو والذي سنتحدث فيه عن اهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب احد اكبر معارض للكتاب في الشرق الاوسط والعالم سنتعرف على تاريخه ومحطاته البارزة وما يقدمه للزائرين من الشباب معرض القاهرة الدولي للكتاب هو حدث ثقافي سنوي ينظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برعاية وزارة الثقافة المصرية بدأ المعرض في عام 1969 عندما كانت القاهرة تحتفل بعيدها الالفي وقرر وزير الثقافة انذاك ثروة عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيا فعهد الى الكاتبة والباحثة سهير القلموي بالاشراف على اقامة اول معرض للكتاب لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلموي باعتبارها شخصية العام منذ ذلك الحين استمر المعرض في النمو والتطور وشهد مشاركة عدد كبير من دور النشر والمؤلفين والمثقفين والقراء من مصر والعالم العربي والاجنبي كما شهد المعرض بعض المواقف التاريخية مثل زيارة الرئيس الامريكي جيمي كارتر للمعرض في عام 1900 معرض للقاهرة الدولي للكتاب يقدم للزائرين من الشباب فرصة فريدة للاطلاع على اخر الاصدارات العربية والعالمية في مختلف المجالات والتخصصات وللتواصل مع المؤلفين والناشرين والمثقفين والاعلاميين وللمشاركة في الندوات والمحاضرات والورش والفعاليات للثقافية والفنية والترفيهية التي ينظمها آل معرض كما يقدم المعرض خدمات متنوعة للزائرين مثل متجر الكتب الالكتروني والجولة الافتراضية ومكتبة الاسرة وبوابة الناشرين معرض القاهرة الدولي للكتاب هو موعد ثقافي لا يفوت لكل محب القراءة والمعرفة ويعكس دور مصر الرائد في نشر الثقافة والحضارة في العالم نتمنى لكم زيارة ممتعة ومفيدة للمعرض ونشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو شكرا